بين مشرد ونازح ومهجر ليس لهم مستقر ولا متاع أقصى ما ينتظرون أسلة غذائية ومتطلبات المعيشة اللازمة هكذا الحال في بعض المناطق الليبية لم يحتفلوا كباقي الأهالي بذكرى المولد النبوي الشريف نظراً لوضعهم داخل مراكز الإيواء حيث دفعتهم ظروف الاقتصادية الطاحنة إلى الإقامة في مدارس شغيرة ومصانع معطلة لا تخول لهم الاحتفاء أو تبادل التهاني في أي مناسبة كانت فلا ما كان للاحتفال بين من لا مأوى لهم الظروف المعيشية الصعبة والمعاناة النفسية التي تخفي حيرة وقلقاً مستمرين حول ما ستأول إليه أوضاعهم وإلى متى سيعيشون داخل المدارس كلها عوامل سهمت في عدم بحثهم عن البهشة والفرح ذكرى المولد النبوي هذه المرة لم يكن لها نفس الوقع الذي كانت تتركه في الماضي فلا حول لهم ولا قوة وسط ظروف القاهرة التي يعيشونها رغم محاولات المنظمات الإنسانية المحليات والدولية مساعدة الأسر النازحة على تجاوز أزماتهم بشتى الطرق إلا أن حجم المعاناة والحسرة يظهر على وجوههم واقع يروي معاناة النزوح وما سببته الحرب حيث ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من 13 ألفاً وثمانين عائلة منذ أبريل الماضي ويبقى سؤال إلى متى ستستمر هذه المعاناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر